حدثنا إسماعيل عن عثمان الباتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختص ما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما مسلم والآخر كفر فخيره فتوجه إلى الكفر منهما فقال اللهم أهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به حدثنا هشيم حدثنا عثمان أبو عمر الباتي عن عبد الحميد بن سلمة أن جده أسلما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسلم جدته وله منها ابن فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتما خيرتما الغلام قال وأجلس الأب في ناحية والأم ناحية فخيره فانطلق نحو أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أهده قال فرجع إلى أبيه حانا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبران أبي عن جد رافعي بن سيناء أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أبنتي وهي فطيم أو شبه هو قال رافع أبنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية وقال لها أقعد ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال ضعوها فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أهدها فمالت إلى أبيها فأخذها حسن إسماعيل أنبأنا عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يواطن الرجل مقامه في الصلاة كما يواطن البعير حسن عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره وقال اللهم أهده فذهب إلى أبيه